الوصول إلى الحكم وفي هذه الفترة يشتد صراع الوصول إلى الحكم في فرنسا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وغيره هذه المحطات السياسية دائما ما يكون فيها كما ذكرنا يعني عنصر الإسلام والمسلمين الطاغي إيريك زامور وأيضا مارين لوبان وأيضا إمونيويل ماكران يعني كلهم يتنفسون على من يسيء أكثر الإسلام والمسلمين برأيك هذا الخطاب هل لديه مقبولية لدى الناخب الفرنسي حقيقة مع المشاكل التي تعاني منها ألا يتعذ إمونيويل ماكران من خسارته في الانتخابات الجهوية وهو المقدم على انتخابات رئاسية ألا يتعذ بقية المرشحين من أن هذا الخطاب شأن ما بين الأرقام تؤكد بأنه لم يكن له صدى في سندق الاقتراع في نهاية المطاف مع صعود الوسط في الانتخابات الجهوية وبوادر هزيمة مذلة لإمونيويل ماكران في الانتخابات الرئاسية لماذا لا يغير السياسيون الفرنسيون من تفكيرهم وحتى دعايتهم والأفكار التي يريدون بها الوصول إلى الرئاسة مع عدم موجود نتائج لهذا الخطاب في نهاية المطاف للأسف هناك نتائج لهذا الخطاب هذا الخطاب مكنهم من أخذ عهدات هذا الخطاب مكنهم ولكن ها هو إمونيويل ماكران يخسر في الانتخابات الجهوية في فرنسا لم يحصل على أي مقعد أي ولاية في نهاية المطاف لم يترأس أي مقاطعة من 13 مقاطعة تقريبا نعم ولكنه لا أحد يؤكد أنه سيخسر العهد الثانية في انتخابات القادمة في ظل أن إيريك زمور هناك حتى من يؤكد أنه بعبع يعني يرمى لكي يحرق ولكي يحضر الطريقة تقريبا يستطيع حتى يحضر الطريق إلى ماكرون بما أنه لن ينجح قد يحضر الطريق إلى ماكرون إذا وصل إلى الدور الثاني ماري لوبين أو ماكرون سيأخذها ماكرون زيمور أو ماكرون سيأخذها ماكرون لهذا الخطاب هو من جهة خلق شرخ عظيم في المجتمع الفرنسي صار هناك تخوف أنا شخصيا مرات لما أمشي في الشارع الفرنسي لما أمشي بجانب فرنسية أو غيرها لما يكون لديها أغراضها لما تمر بجانب عربي ترى كأنها أخذت أغراضها بهذه الجهة يعني تتساءل لماذا وصلنا إلى هذا الشيء هو إعلام صراحة غسل العقول وجعل هؤلاء الفرنسيين هناك من تعامل بالمقاطعة وهناك من تعامل بالذهب إلى الاختيار اليساري اليميني المتطرفين لأننا يجب أن نقول حقيقة أخرى ممكن جدا وهذا الأمر ممكن متناقض ولكن يجب أن نقوله مثل نظرية عندما تريد القفز مرات لما ترجع للوراء ستقفز إلى مدى أبعد ممكن جدا ما يحدث في فرنسا ممكن جدا يجب أن تمر على حق على عهدة مع اليمين المتطرف أين قد تكون هناك انفجارات عدة قد تكون فيها أمور سلبية عدة ولكن كل هذه الأمور ممكن أن تعيد الأمور كما نقول بالعامية الجزائرية خوضها تصفى أي أن عندما تقوم بخلط الماء مع التراب ينزل التراب ويطلع الماء هذا ممكن جدا تكون من بين الأمور التي قد يجب أن تسير لها فرنسا لأنهم اليمين واليسار وحتى هذا الشبه الوسط المفتعل الذي يسمى ماكرون هم كل مرة يريدون القول الآخرين إحذروا من اليمين فيمرون إحذروا من اليمين فيمرون الصورة الحقيقية عن الإسلام والمسلمين الذين يساهمون كثيرا في المجتمع الفرنسي ولديهم إسهامات في كافة المجالات تقريبا حتى في الاقتصاد الفرنسي نفسه طبعا طبعا المشكلة المسلمين أو الجالية المسلمة والفرنسية المسلمين هم يعني نزلوا من قوصين أو هم أبناء أو أحفاد طبقة كادحة هؤلاء هم يسعدون السلم الاقتصادي يعني بتدرجي هؤلاء لا يملكون قنوات لا يملكون بنوك لا يملكون حتى الآلية الوحيدة التي تسمح بها الديمقراطية للجمهورية الخامسة التي ألا وهي الجمعيات التي ترجع إلى قانون 1901 قاموا بغلق جل الجمعيات وعلى رأسها جمعيات مناهضة الإسلاموفوبيا لهذا وكأننا صراحة عندما أرى فرنسا كيف تتعامل وكأننا نرى الدكتاتورية التي تركناها وراءنا وتتعامل مع شعوبنا نجدها في فرنسا نقطة أخرى أريد أيضا أن أقوم بمقارنة عندما يقوم وزير داخلية بالقول الاستعراض والقول أننا خفضنا تأشيرات بـ 50% إلى المغرب والجزائر و30% لتونس لكي نحارب المقيمين بطريقة غير شرعية لا يرى المشاهد الكريم أن السلطة الفرنسية تمارس نفس طريقة الانتقام الذي يقوم بها بعض الذين يريدون الدفاع عن قضية فلسطينية فيجد يهوديا مسالما سلميا في مكان بعيد فيقتله لكي ينتقم من السلطة الصهيونية فرنسا هذه الأيام عندما تمنع شريحة من الإطارات والطلبة وأهلنا نحن لكي يأتونا لفرنسا ولا تمنع تأشيرات المسؤولين الذين يأتونا للعلاج وتقولوا أنا أفعل هذا لكي يقرر المسؤول بأخذ أبنائه هنا نفهم أن البريء يدفع خطأ المتواصل يدفع خطأ المسؤولين نفهم